توفيت المصورة الفرنسية المغربية ليلى علوي في إحدى عيادات واجدوجو حقب سكتة قلبية رغم الإسعافات المقدمة لها وفق ما أعلنت عنه الصفارة المغربية في بوركينفاسو وبوفاة المصورة الفرنسية المغربية يرتفع عدد ضحايا هجمات واجدوجو إلى ثلاثين قتيل وكانت ليلى علوي وقت الهجوم في مقهى ومطعم يحمل اسم كابوتشينو أصيبت برصاصتين واحدة على مستوى الذراع وأخرى في الصاق ليتم نقلها بعد ذلك إلى أحد العيادات حيث أجريت لها عملية جراحية أحد المواطنين الذي عيش الهجوم يقول لقد بقينا هناك من أجل مساعدة المصابين بعدها واصل المهاجمون في إطلاق النار حينها زحفت واضطررت إلى المرور على جثة للوصول إلى باب الخروج هذا وكان جهاديون من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد شنوا هجوما عنيفا على مطعم وفندق في واجدوجو ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى موسيقى موسيقى موسيقى